لا تقتصر معاناة النازحين في العراق على ظروفهم المعيشية القاسية في المخيمات فحسب بل ثم تظروف أخرى تزيد من هذه المعاناة وتعيق وصول المساعدات الإنسانية إليهم فمع دخول فصل الشتاء بما يحمله من فيضانات وسيول يواجه العاملون في المجال الإنساني عددا من التحديات في خدمة المحتاجين والمتضررين من العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية يفصل في هذه العراقيل ويضع على رأسها العوائق الأمنية التي تواجهها منظمات الإغاثة وهي في طريقها إلى مخيمات النازحين حيث تتعرض لمضايقات من قبل القوات الحكومية المتواجدة في نقاط التفتيش فتطلب منهم أوراق إضافية منفصلة عن خطابات الوصول التي قدمها مركز التنسيق والمراقبة المشترك الأمر الذي تسبب في نقص وصول المساعدات التي يحتاجها النازحون تصرفات أمنية تضاف إلى سجل الحكومة في معاقبة النازحين والإصرار على تركهم في دوامة مأساة لطالما راقبتها بصمت دون أن تحرك ساكنا أو تساهم في تقديم الخدمات لهم وتضيف الأمم المتحدة إلى المضايقات الأمنية عراقيل أخرى تتمثل في غرق الطرقات والجسور وتهالكها نتيجة السيول والأمطار وهذا بطبيعة الحال يضاف إلى الفساد الحكومي الذي أهمل شبكة المواصلات حتى آلت إلى ما هي عليه الآن كل ذلك أدى إلى حدوث عوائق في تقديم الخدمات داخل المخيمات وخصوصا فيما يتعلق بتوفير وقود التدفئة وإصلاح الخيام وإعادة تأهيلها تزامنا مع فصل الشتاء وأمام هذا الموقف أكدت الأمم المتحدة أن نحو مليوني نازح موزعين على 35 منطقة في سبع محافظات بحاجة لاستجابة إنسانية عاجلة